انا عايزة عرف من حضرتك زي ايه الاخطاء دي وازي حافظ على جهاز المناعي ممتاز هناخد مثال لو تسمحيلي الاكل ايو ده احنا طبعا ولو تسمحيلي في دقيقة قول ربنا لسيدنا عيسى عليه السلام يقول وانبئكم بما تأكلون بما تأكلون يعني الاكل ده ممكن فالطعام ده مهم جدا لو تسمحيلي لان في حاجات خطيرة جدا طبعا سواء بالاجاب او السلب واجب ان احنا ننتبه لها ياريت فاول حاجة ان ربنا سبحانه تعالى بيقول فلينظر الانسان الى طعام طيب ليه اخر الاية متاعا لكم ولا انعامكم المتاع لازم ناخد بالنا غير التذوق يبقى هنا التذوق تذوق الاكل ده غير جالب للصح في معظم الاحوال العادات الخطئة اللي احنا بنعمل ان احنا بندوق الاكل لا ان احنا بندوق الاكل الحاجات المصنعة طعمها حلو لكن مضرة طب نعمل ايه طيب فلينظر الانسان الى طعام ربنا قالها فبعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعام يعني ناكل الحاجات الطبعية بالضبط كده ايه الازكى طعاما الازكى طعاما لو احنا فضلنا نفصل للناس نقول كل الحاجة الفلانية فيها الفيتامينات الفلانية ده يشق على الناس ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل ان فيه فيتامينات فيه اكتر من طعام الخضر والحاجات الطبعية كلها كل الحاجات اللي خلقها ربنا الطبعية ده حلوة جدا دلينا لكن المصنعة المصنعة فيها ضرر كبير جدا ليه فيها ضرر كبير جدا لأن لو حضرتك تفتكري المايكروبيوم أو الكائنات اللي هي بتتعايش معنا غير مؤهلة لتتعامل بشكل سليم مع الأكل المصنعة فهي عايزة حاجة اسمها بريبيوتك وبروبيوتك دي مصطلحات علمية بس لابد نقولها بالشكل ده اللي هم غزاء هذه الكائنات طيب تتغزى الكائنات ازاي عليها أو ايه الحاجات اللي بتحبها الألياف السكريات الغير مصنعة يعني السكريات اللي موجودة في الفكهة بالضبط كده حضرتك وفي النشويات هي في الآخر هي نوع من السكريات المفيدة جدا حتى لو جينا ناكل المخللات مفيدة يعني المخلل بس مش بكسرة ليه بقى لأن ده بيعمل التوازن البيئي للميكروبات داخل الجهاز الهض طيب بالنسبة للجلد كذلك عايز عناية خاصة صحيح يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظيفوا أفنيتكم دي المخاطر اللي موجودة فإذا الجلد لابد من المحافظة عليه من المدومة على النظافة كذلك بذل المجهود العضلي التعرق ده مفيد جدا للحفاظ على جهاز المناعة زي ما اتفقنا أن احنا نعرج على اللي بيمثل 90% من المحافظة على المناعة لكن العشرة أو الخمسة في المية من الأمراض المناعية هي جزء منها في الواقع ناشئ عن تصرفاتنا إحدى تصرفاتنا زي مثلا الحمودة حمودة المعدة ما هي ديت بتغير المايكروبيوم اللي هو داخل الجهاز الهض سببها إيه حمودة المعدة؟ سببها أسباب كثيرة بالنسبة لأسباب حمودة المعدة أولا العادات المقليات في الزيت الكتير والمسكنات مسكنات نعم وامتلاء المعدة يعني فيه أسباب عديدة ما ناكلش على الآخر يعني ما ناكلش على الآخر يعني ما ناكلش بالزبط تمام حلو جدا يعني حضرتك دولاتي قلت الأخطاء أكلنا حاجات المصنع ده غلط جدا للسكريات مثلا لو تسمحيلي من ضمن الوسائل المحافظة على الجهاز المناعي شيء يبدو بسيط عدم حبس البول عدم خطرات طويلة فيه ناس بتاحبس البول ده خطر بالزبط لأنه هو بيضعف مناعة الجهاز البولي احنا لو خدنا كل جهاز على حدة يعني نقول فيه له قول فيه ناس ممكن تتولد عندها خلال مناعي نعم فيه السؤال لحضرتك طرحته أنه هو هل الأمراض المناعية وراثية هي ليست وراثية على الإطلاق لكن جزء منها وراثي جزء منها وراثي على سبيل المثال نقص بعض البروتينات المناعية وضعف أو نقص فيه الخلايا المناعية اللي هي الخلايا أو نقول المناعة الخلقية أو الوراثية لكن فيه نقص يعني لو جينا نعرف إيه هي الأمراض المناعية بتنقسم ابتداءا يا إما زيادة في نشاط الجهاز المناعي وبدأ بيشمل الحساسية أيوة أو خلل فيه أداء وظيفة الجهاز المناعي بشكل سليم وديسمها الأمراض المناعة الزاتية آه تمام وفيه نقص في المناعة نقص المناعة هو عبارة عن نقص خلقي اللي هو الوراثي ومكتسب زي فيروس الإيدز مثلا عفونا الله طيب إيه الفرق بين المناعة والحساسية عشان احنا ذكرناهم كان الحديث الأول مناعة وبعدين حساسية هما وجهان لعملة واحدة يعني المناعة عبارة عن خلل فيها يبقى مناعة ذاتية زيادة فيها حساسية نقص فيها يبقى نقص مناعة آه جميل طب أنا أحسأل حضرتك سؤال إيه الإشارات اللي ممكن الجسم يدهالي سؤال مهم جدا تقول لا ده أنا كده عندي خلل مناعي أو عندي جهاز مناعة يعني تعبين شوي لو تسمحيلي زي ما اتفقنا جسم الإنسان هو واحدة واحدة صحيح بمعنى إيه التقسيم اللي هو التخصصات دي تقسيم أكاديمي آه لكن في الواقع الأمراض المناعية تصيب أي جزء وأي منطقة من الإنسان بالزبط فكل تخصص عنده بنسميها علامات الريد فلاجز أو آه خلاص بقى طلعنا العلام اللحمة الخطر علامات الخطورة منها على سبيل المثال تكرار العدو عند الأطفال والكبار يعني واحد كل شوية لو واحد يجي له برد في الأنف جهاز التنفسي يجي له تكرار للوز ممكن أربع مرات في السنة ده إشارة لأن الجهاز المناعة فيه مشكلة خراريج سواء في الجلد أو تحت الجلد سخونية من غير سبب التهاب مفصلي كل ديت إشارات الإسهال المزمن والنزلات المعوية المزمن نعم وفيه أمراض مناعية مختصة بكل عضو على حد على سبيل المثال الغدة الدرقية فيها أمراض مناعية اللي هو ما يسمى بالهاشيموتو مشهور ويقول إلى في بعض الأحيان يقول إلى كسل في الغدة الدرقية كان يجب أن نحن ننتبه له ابتداء قبل ما نخش في مرحلة كسل ده على سبيل المثال أو مرض تاني اللي هو الالتهاب التسممي للغدة الدرقية أو التهاب الكلى المناعي كل جهاز في الإنسان التهاب الكابد المناعي وما شابه أو الذئب الحمراء أو الروماتويد المفصلي أو الصدفية ده الموضوع كبير يا دكتور